السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم سنتحدث اليوم عن السعال الجاف السعال الجاف هو ذلك الذي لا يرتبط بوجود البلغم في الحلقة وتوجد مجموعة من الأسباب تؤدي إلى الإصابة بالسعال الجاف وهي الإصابة بالإنفلونزا ويعد من أكثر الأسباب انتشارا كثرة التدخين أو التعرض لبعض أنواع الدخان المنبعث من الحرائق الإصابة بمرض الربو التعرض للغبار الإصابة بالحساسية التهاب الجيوب الأنفية والعلاج تأخذ ملعقة عسل مع كوب ماء ويشرب مرتين في اليوم النعناع إضافة ملعقة عسل مع ملعقة من مسحوق النعناع وقليل من زيت جوز الهند الطبيعي وتناول ملعقة صغيرة صباحا ومساء عرق السوس تنقع قطعة من عرق السوس في لتر من الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة ويشرب منه كوب واحد صباحا ومساء زيت السمسم قم بتدفئة زيت السمسم بمقدار ثلاث ملاعق على النار ثم يدهن به منطقة الصدر يوميا قبل النوم يوسف القرشوبي اشتركوا في القناة